قال الخبير في الآثار اليمنية عبدالله محسن إن قلادة من الذهب والعقيق اليمني يزيد عمرها عن 2100 عام معروضة للبيع المباشر في ولاية نيويورك الأمريكية وأوضح محسن في منشور على صفحته بفيسبوك بأن شركة تجارة إلكترونية تأسست في باريس ومقرها الحالي مدينة نيويورك تعرض تعرض القلادة للبيع المباشر دون مزاد وأشار محسن نقلا عن مواقع الشركة وموقعها إلا أنه تم ترميم العنصر الأثري من أد قابلية الارتداء والأمان مع إضافة قفل حديث للقلادة من الذهب